من أهم النتائج التي ترتبت على قصة آدم وحواء في التوراة أن التوراة حملت حواء وزر الجريمة التي وقع القرآن حينما تحدث عن هذا الموضوع قال وعصى آدم ربه فغر فجعل هو المسؤول الأول عن هذه المعصية مع أنه اتكبى هو وحواء وليس فيه أن حواء هي التي أكلت وهي التي أعطت ماذا تقول التوراة؟ تقول لما الله عز وجل يسأل آدم لماذا أكلت ماذا أجاب قال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة هي أعطتني من الشجرة فجعلها هي المسؤولة وهذه المسؤولية سترافقنا طوال التاريخ المسيحي حيث ستعتبر المرأة هي مدخل الشيطان أيضا يقول العهد الجديد آدم لم يغوى آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي إذن وقع الإغواء على حواء ووقع التعدي من حواء طيب ما هو الحل لهذه المشكلة؟ لكنها ستخلص بولادة الأولاد الآلام التي ستتعرض لها أثناء الولادة هي التي ستخلصها ليس المسيح المصنوح في سفر يشوع بن سيراخ وهو سفر لا يؤمن به البولدستانت لكن يؤمن به الكاثوليك والأرسل يقول من المرأة نشأت الخطيئة ما نشأت من الرجل نشأت من المرأة وبسببها نموت نحن أجمعون نحن جميعا نموت بسبب خطيئة المرأة هذه النصوص التوراتية هي التي قادت المرأة إلى كثير من العذابات طوال التاريخ المسيحي جعلت العلماء المسيحيين يتحدثون عنها بكثير من الإسباب كانوا يعتقدون بأن المرأة إنما كانت مدخلا للشيطان الله خلقها للحمل والطهي والصلاة لا لأي شيء آخر وكان يقول أظن الكلام هذا لتبتريان انتزع النساء من تدبيج شؤون المنزل تجدهن لا يصلح من شيء الشيطان الوحيدة اللي يصلح فيها للنساء النساء هي تدبير شؤون المنزل إذا أنهك الحمل النساء ولقين حتفهن فليس في هذا ضرر دعهن يلاقين حتفهن ما دمنا يحملنا فقد خلقنا لهذا الآن ماني متذكر أظن مارتل لوتر وليس ترتليان ليست متأكدا ويغلب على ظني أنه كلام لوتر المهم هذا ما يقول ويلد يوران في قصة الحضارة أرجو أن ترجعوا إليه نعم نعم إنه يتحدث عن لوتر ولا يتحدث عن ترتليان من أين أتى لوتر الإصلاح بهذه المسألة أتى بها من النص التوراة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تليدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عنك هذا المعنى الموجود في التوراة هو الذي يقتبس منه مارتل لوتر هذه المعاني وهو يتحدث عن المرأة ويراها بأنها لا تصدف لشيء إنها المرأة التي كان يدخل منها الشيطان هنا يأتينا كلام ترتليان ترتليان ماذا كان يقول كان يخاطب المرأة بأوقح الألفاظ ويصفها بأنها الباب الذي يدخل منه الشيطان ويقول لها من أجلك مات يسوع ما سبب موت يسوع ما سبب موت الجنس البشري تكفير يسوع مات تكفيرا عن حكم الموت الذي صدر على الجنس البشري بسبب خطيئة آدم فكان ترتليان يعتبرها المدخل الذي دخل منه الشيطان هذا الكلام منقول عن عدد من آباء الكنيسة أيضا ترتليان يقول المرأة هي باب الجحيم أحد علماء الكنيسة أمبروسيوس يقول يجب أن يخجل المتزوجون من الحالة التي يحيون فيها ليش؟ لأنهم يحيون مع امرأة إكلماندوس السكندري في القرن الثالث الميلادي يقول لو تأملت المرأة في طبيعتها لشعرت بالفضيحة من أين أتى هذا الازدراء للمرأة؟ أتى من النص التوراة الذي يعتبرها مدخلا للشيطان دخل منه الشيطان إلى بني آدم في العصور الوسطى توم الأكويني أحد أكابر علماء المسيحية في التالي يقول وهو يتحدث عن الخطيئة الأصلية يقول كان سيء الظن بالنساء توم الأكويني كان سيء الظن بالنساء ليش؟ لأن هؤلاء النسوة هم كانوا سبب الخطيئة الأصلية التي نحن فيها كان يقول المرأة مخلوق عاجز عارض أو أنها ذكر أخطأه التوفيق يعني المرأة إنما هي ذكر غير موفق وأصحاب نظرية التطور يقول هي كائن أقل من الرجل نشوف أيضا القديس أغسطين ماذا يقول القديس أغسطين كما ينقل عنه توم الأكويني يقول الخضوع والانحطاط تابع للخطيئة لأنه بعد الخطيئة قيل للمرأة ستكونين خاضعة للرجل جاريغوريوس يقول المرأة أضعف وأخص طبعا من الرجل لأن الفاعلة أشرف دائما من المنفعل كما قال أغسطين لعل هذه العبارة هي من قول أغسطين والأولى هي من كلام توم الأكويني إذن ازدراء المرأة معروف عند آباء الكنيسة في كل العصور ما هو سبب هذا الازدراء؟ سبب هذا الازدراء أن المرأة هي السبيل الذي دخل منه الشيطان إلى بني آباء القديس جيروم كريستوم يقول جيروم هي شر لا بد منه وهي إغواء طبيعي وهي كارثة مرغوب فيها كارثة لكن ما نستطيع أن نعيش بغيرها وهي خطر منزلي ليس قادما من الغابة من داخل المنزل وهي فتنة مهلكة وهي شر لكن عليه طلاء جميل ماذا يقول يولجيران؟ وكانت لا تزال حواء مجسدة في كل مكان حواء التي خسر بسببها الجنس البشري جنات عدم وأدوات الشيطان المحببة التي يقود بها الرجال إلى الجحيم الشيطان كان يستخدم المرأة في إغواء الرجال وقودهم إلى الجحيم يعود يتحدث عن توم الأكويني رسول الرحمة كما يصيقونه يقول هذا الرجل كان يعني إصلاحي وكان يعني إلى حد كبير يميل إلى رأي البوتستان يقول يتحدث عنها كما يتحدث الرهبان فينزلها في بعض النواحي منزلة أقل من الرقيق كانت المرأة تعتبر أقل من الرقيق لماذا؟ لأن الشيطان دخل إلى الجنس البشري وأغواه عن طريق هذه المرأة وكان يقول المرأة حقيقة ما هي إلا ذكر ناقص غير كامل يعني هي أقل مرتبة من الرجل في السلم التطوري كما يقول التطوريون من بعده توم الأكويني أيضا يقول المرأة بالطبيعة ناقصة عن الرجل وأدنى منه وأدنى منه وهكذا كان المعلمون يقولون جميعا كل هذا كان ناتجا عن الخطيئة الأصلية